ومن مدينة معان الأردنية تنضم إلينا مرسلة الغد داما الكردي داما ما المعلومات المتوفرة لديك عن هذا المشروع الجديد المصفى وعن جدواها الاقتصادية من خلال المعلن نعم حسن كما سمعنا تم تدشين مصفات استثمار كويتي ضخم يقدر بثماني مليارات دولار وهو الأكبر في المملكة نحن نتحدث عن الحكومة ومحاولتها لجاذب استثمارات هذا المشروع هو جزء من جذب الاستثمارات هذا الاستثمار سيوفر 12 فرصة عمل لأبناء الجنوب سيكون هناك إقامة لمصفات بيترول من جهة وستبدأ عملها في النصف الثاني من عام 2024 بالإضافة إلى مجمع بيترو كيمويات لاستخراج المواد من النفط هذا المشروع سيكون على مرحلتين مرحلة المجمع بيترو كيمويات في منطقة الجنوب في معان وأيضا مصفات البترول المصفات ستقوم بتكرير النفط الخام للتصدير سيكون حجم هذا العمل يوميا 150 ألف برميل نفط ما يعني بأن هذا سيتجلب عائد كبير على الاقتصاد الأردني نحن نتحدث عن هذا الاستثمار الكويتي الضخم الذي أعلنه الشيخ مشعل الصباح منذ قليل سيبدأ فورا العمل بهذا المشروع بعد أخذ الموافقة الأولية من الحكومة الأردنية ودراسة الجدوى لن تتكلف الحكومة الأردنية أي تكاليف ولكن سيكون هذا الاستثمار بالكامل من الكويت أيضا سيتم إنشاء معهد لتدريب الشباب في منطقة الجنوب للعمل في مصفات البترول وفي مجمع البترو كيمويات نعم أشكرك شكرا جزيلا على هذه الاضحات دامة الكردي مرسلة الغد